أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المتابعون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك الذي يعلم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل في موزن أعمالنا وأعمالكم اللهم آمين كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن التفخيم في حروف خصة ضغط انقض وعن التفخيم النسبي ثم تحدثنا عن الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا وهي الألف واللام في اسم الجلالة والراء وذكرنا في الراء أوجه تفخيم الراء وحالات تفخيمها وحالات ترقيق الراء والحالات التي يجوز فيها التفخيم أو الترقيق ما دون ذلك أيها الإخوة المتابعون الأكارم ما دون حروف خصة ضغط انقض ما دون الألف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا اللام في اسم الجلالة التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا كذلك الراء وحالات تفخيمها وحالات ترقيقها وجواز الوجهين ما دون ذلك كل الحروف المتبقية هي حروف ترقيق لا تفخم مطلقا ولا يجوز بحال أن تفخم هذه الحروف المتبقية أو أي حرف من هذه الحروف المتبقية لا يجوز بحال أن يكون مفخما بل لابد أن تكون هذه الحروف كلها مرققة في كل أحوالها سنقرأ اليوم من سورة الأعراف مع ضيفنا الدائم الشيخ أبو علي الله يزير خير الذي باسمكم جميعا أشكره على تواصله معنا في جميع حلقات هذا البرنامج المبارك ونرحب به مجددا في حلقة اليوم وفي كل حلقات البرنامج سنسمع اليوم إن شاء الله من الشيخ أبو علي مقطع من سورة الأعراف ونفصل كيفية تخليص المرقق من المفخم والأخطاء التي قد يقع فيها بعض الإخوة المتعلمين لهذا العلم المبارك في التفخيم والترقيق ومن الأمور التي يحتاج إلى ميران من ناحية عملية تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم نستمع إن شاء الله إلى الآيات من سورة الأعراف من الآية 31 من سورة الأعراف إلى الآية 21 إلى الآية 24 إن شاء الله مع الشيخ أبو علي ثم نعلق على الآيات تفضل أبو علي آية 21 31 31 31 31 تفضل 31 إلى 34 إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جزاك الله خيرا أبو علي بارك الله فيك إن شاء الله ننوه إلى بعض التنويهات في تفخيم الترقيق ثم نعيد الاستماع مرة أخرى إلى الشيخ أبو علي في كل الآيات يا بني آدم خذوا زينتكم إذ ذال هنا حرف من حروف الترقيق جاء وراء حرفا مفخما فربما تفخم خطأا يعني ربما خطأا أن يقرأ أحدهم خذوا ذو ذو وهكذا استعل اللسان وهذا خطأ ما بد أن يكون اللسان في حالة استفال وإحنا ذكرنا الاستعلاء والاستفال ارتفاع أقصى اللسان وانخفاض أقصى اللسان ارتفاع أقصى اللسان بيكون عند حرف خصة ضغط قذ التي ذكرناها وما دون ذلك لا بد أن يكون اللسان مستفلا فما بنقول خذوا 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 زينتكم إذ ذا الحرف ترقيق خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ثم في الآية التي بعدها قل من حرم ما بنفع أقول قل من حرم ح ح حرم الح هنا حرف ترقيق ما هوش من حرف خصة ضغط قذ ولا ألف ولا لام ولا ر إذن هو من الحرف التي ترقق دائما قل من حرم ما بقول حرم ح ح حرم ثم الميم حرم زينة الله التاء في زينة جاورت اللام المفخمة في اسم الجلالة فلابد من انتباه إلى ترقيق التاء لا نقول زينة زينة الله زينة 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 الله إذن المراقق مراقق والمفخم مفخم ولابد من تخليص المراقق من المفخم وإعطاء هذا المراقق حقه في الترقيق وهذا المفخم حقه في التفخيم ننتقل الآية اللي بعدها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها حرم كذلك قلنا في الحاء شوف كلمة ظهر ظهر الظاء مفخمة من الدرجة الثانية لأنه من حرف ثم الهاء مراققة ثم الرا مفخمة لأنها مفتوحة طيب كيف ننخلص الهاء من التفخيم لأنها واقع بين المفخمين قل من حر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ظهر ما ظهر ما ب其ئي أقول ما ظهر ما ظهر ما ظهر منها وما بطن كذلك الباء الباء حرف يراقق دائما ما ب في하قول ما بطن ب بطن ما بطن والإسم والبغيا ب والبغيا كل هذا خطأ لم يمكن الباء أن تكون ما ظهر منها وما بطن ما بقول ما بطن والإثماء والباغية ما بقول والباغية إذن هذه كل حروف مرققة لابد انتباه إلى الحروف المرققة وتخليصها من الحروف المفخمة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة شوف السين واللام ما بقول سلطانة لا السين واللام حال الترقيق ثم الطا والألف في حال التفخيم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة سلطانة إذن هذه التنبيهات نأخذها بعين الاعتبار نسمع كمان مرة الآية من الشيخ بعلي نشوف كيف بدأ أقرأ خذوا زيناتكم كيف بدأ أقرأ إنما حرم ربي الفوحش ما ظهر منها وما باطن والإثم والباغية كل هذه الحروف المرققة نستمع مرة أخرى وننتبه إلى الحروف المفخمة كيف تفخم والحروف المرققة كيف ترقق لأن تخليص المفخم من المرقق يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى ميران مرة أخرى نسمع الآيات من الشيخ بعلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقذمون ما شاء الله عليك أبو علي جزاك الله خيرا فتح الله عليك الإخوة المستمعون الأكارم والمتابعون الأفاضل وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى